أول كابتن شيح تولا كان معاك كابتن فتح نصير وبعدين جي كابتن فتحي كان معاهم كابتن جندي وكابتن جندي كان مدير الكورة ومدير المنتخب طيب وفيه كابتن برضو سيكنا منتخب كابتن طي اسماعيل وكابتن حمد الشراء والله ارحمه آآ فترة من الفترات وكابتن عمين من الحج في تصفات قلميات موسكو بالضبط كده طيب لو قلتلك انت فاكر اول مباراة اللي عبتها لمنتخب مصر آآ طبعا منساش لسبب آآ يعني من منبارك كده بقول له كل سنة انت طيبة كابتن محمود الخطيب بنسبة عيد ميلاده آآ طبعا وربنا يديك الصحة والعافية واتمنالك العافية على طول ده كان له بصمة عليها في اول مطش اللي عبته جافة في الكورة المصرية بصفة عامة في الكورة المصرية صراحة يعني ده بصمة معنوية بصمة معنوية كانت مباراة ايه مطش اسيوبيا اول مطش في تصفيات لا لا ما شاء الله كانت في اسيوبيا في مطش اسيوبيا اللي كان هنا في تصفيات التاملية للوصول للكلاس العالم بعد السلام الجمهوري طبعا الاول مطش من اسيوبيا خضة طبعا كان معاك حد من المنصورة لو كنت لوحدك كان معايا تقريبا ساعد ساعد السلدة كان معاك على طول واحمد شاكر ساعد كان في استمرارية في الملعب كان لعيب بسم الله ما شاء الله مكوك نص ملعب فلقيت بعد السلام لقيت كابتل خطيب ربنا يديله الصحة حس بيك بقى خدني تحتباطه وخطوطين في الملعب قال لي انت بالنسبة لك ده اول مطش عاوزك تهدى وتركز وان شاء الله ربنا يوفقك وما خبش ترهبش جمهور خليك طبيعي ادائك اللي بتقديه في الدوري في الدوري المصري مع فرقتك نفس الاداء بس بقى في نسبة تركيز علي شوية حاجة انا بصراحة خدت 9 من 10 ركابة المصطفى في المباراة دي المباراة دي بسبب احتواء الخطيب ديك قبل المباراة حمس ودفع ايه وثقة بالنفس رأي ايه انا بنلو اللي بقى لقول لك انا باكل الصورة دي دي المباراة ايه تونس يمين انا ومختار ومصطفى يونس وعلى خليل وفاروق جعفر ومحمد صلاح وحسن شحاتة وساب منصور وسعد صليت لارحمه اكرامي ومختار ده مين الاولاني انت الوقف الاولاني انا اول واحد ما ما جيبش اسم ليه في التاني اول واحد انت في التاني قلت مصطفى يونس التاني في ايه التاني نوع من فوق الوقفين نعم انت ده مين ده مين ده عباس فارس لا الصورة اصله انا ايو انا انا وانت والجميع الحلوين دول والحلوين ومصطفى يونس وعلى خليل وفاروق جعفر حمد صلاح وحسن شحاتة وسامي منصور سعد صليت وإكرامي ومختار ده كانت مباراة تونس ولا نانجيريا اه تونس اوه 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 تونس لان خطيب كان مباراة احتياتي الصورة بتاتي مطلع ايو 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 صح صح خارج من الاصابة فاكر ايو لا كنجيب من السفر بعد مباراة نانجيريا ما نعيبش معنا نانجيريا او انا وقولك كان خارج من الاصابة بعد فترة كتير ديه في نادي اسكو ولا از مالك ده كان تمرين معسكر اش كده اه ده مين اللي كان اه في الاول خالص على الامين ده ابون جاك اه اش كده اه بش فاكر لا اللعبين كان مين مصطفى يونس لا كان مين ده قبل جمال عبد الحميد سنى يا كابتن بس انا بس ده مش اشوف بيالله الضرق ده ده جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد ومصطفى يونس وخالد جدالة وده اه خالد كرم وبرحاب وأنا ومجد كامل وجارم وحمد نوح مين اللي بعد بحمد نوح ده لعب من اسكو تقريبا كان نضم اه والخطيب وابراهيم يوسف لا ده سالم بتاع غرفة الملابس فينه اللي هو واقف جنب الخطيب ولا مين ده لا يا ابن ابراهيم يوسف ولا سروة فرج او سروة باية سروة فرج اه وعد المأمور ومين يقول التاني اه سروة فرج وعد المأمور وده البلعوطي 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 بلعوطي ومين حزم اه مرحوم حزم اسماعيلي اللي قاعد تحت حزم مين يا عم ده انا انت حزم مين انا طيب وده عمد عمر وشوق غريب اه وحيد كامل واسما خليل لا ده سيدة ابن جوادي اللي قاعد تحت ومحمود ساعد اه ومحمود ساعد ده من الاخران سابت لا اللي بعد سابت مين لا ما مش باين اه مش باين دي كانت امتى ولا فين في نادي الزمالك دي ولا في النادي الاهلي ده يا كابتن ده مدرّق النادي الزمالك ولا اسكو اللي قبل ما يتهد ده لا مش اسكو ده في الزمالك ها ده تمرين تان من ابن جاك اوه برضو كان قبل سبيليت ايوة 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 ده ابل سبيليت لا انت في المنتخب كنت انت وصعد سليت مفيش حد تاني من منصورة كان معاكو شوف يا كابتن احنا كنا بنضم بانضمام او استدعاء معسكرات ومنتخبات بتاع يجي ستة سبعة بس اللي كان فيه استمررية في اللعب انا اكتر واحد وبعدين وراه سعد وبعدين دخل في احمد شاكر كمان انا اقولك هو وبعدين دخل احمد شاكر ودخل اسمه ده بدو حمودة ايوه صروت فرج صروت دخل والهادي الهادي جه معنا واسطوحي والسطوح انضمان برضه اه من نادي المنصورة بس بس انا كنت انا بصوبة اساسية كبتك المباراة اللي انت لعبتها مع المنتخب وعنك في الازهان ولما بتقعد تتكلم اكنك لعبها مبارح اه مباراة ايه؟ ولا ترايف اللي هي مباراة ايه؟ مباراة زنبيا في زنبيا اللي تعدلنا في واحد واحد ولي صعبتنا ولمبياد مسكو اللي هي صاحب 80-81 ليه بقى؟ ايه يقلنا بقى الترايف بتاعتها ايه؟ المطسي اللي قبلها كان متغشكر ايوه مكسبناها بالعافية انا تحطيت في التلاجة اجيبلك بالأمالة ملعبتش يعني بر بطولهم لا كان مين المدرب كان مكتبت عمنا بالحج ليه وعمنا بالحج مكتب فقط صيد الله رحمه ايوه مزبوط كده هلقولي مين اللي لعب ساعتها؟ اه لعب محمود سعد محمود سعد وكان مصطفى يونس اه اه لا ما انا عاوزك تحكي بصراحة قبل المحاضرة يا جم اخدوني في جنب كده اه والقوضة عندهم وقالولي يا كابتن الوضع كذا كورنة تعارف الكورنة اه والمطسي باللبز كده انا بقول لك اقم انا مش عاوز احكي بها حكي لا لا احكي ما احنا الناس عاوزة تعرف الكلام ده كله سيبنا احكي احكي فالمهم قالولي المطسي اه والمطسي اه قط اللطيف جاي ومعان شريته وايزيعه مش عارب ايه ومكشوف والدنيا ما تكملوش اي حد يلعب اي حد يلعب بس اما حاجة نكسب بس ان اللي هي طلب بقلاش انا حتت ايه احتياطي خليني برا خالص حسيت بظلم طبعا اه انا اقول لك اوه مطش زنبة ليه احسن واحد ايه فقالولي قطلهم بس خلاص حطوني برا خالص علشان لو حد سألني ام اقولو ان ايه جات لاصابة وبتاع فانا برا ام حتى نفسيا ما حلاص بقى واحنا تحت امرك ويه ويه واللي اتا اوز المهم خلاص خلاص المطش الاولاني اللي هنا ام المطش اللي انت بتقول عليك سبناه بالعفلة ده تاني تاني اه جاي حبيبي بقى فين المطش الاخراني اللي هو بتاع الصعود اه بتاع زنبيا ايه حصل عنده عجز كان هناك ايه في الافراد او مش عاوز اقول بقى اني لقى نسبة الغيابات كتير والاصابات والكلام ده فنام ايام ايه جاب استادع السياجي بعده ما بطل ام وبوبو احكي فطلعنا المهم البعثة الانتحارية سمها السياجة قال لنا انتو بعثة الانتحارية الله ازبوت وابراهيم يوسف وجمال عبعظيم والمحمد الهادي كي ده فريق الاقاليم كلها الفرقة الانتحارية اه وفعلا السياجة كان كابتن تاني جمعنا اجتماعه وقال لنا قال لنا انتو اه يا امة يولعوا بيكو الفرن في مصر او يا امة وفوق لازم نكسب انتو الوقود بتاع الفرن شوف يا كابتن انا كنت نايم معا في الغرفة مع قسامة خليل اه الفجر لقينا مش عاوزيني ناعم فيه تبدبة في حد بيجري في الطرق اوه طرق كبيرة ايه يا عم قسامة فيه ايه ده اللي يكون اللي بتاع بيقع بينا ولا الحاجة فاطلاقيني فتاحن البابو الراحى كده لانا من بيجري؟ بابو بيتمرن؟ ها ايه يا عم بدا؟ لوحده؟ انا اللي بيجهز انشان الماتش ناعم ناعم لأ ونها تجهز قبل الماتش بيوم؟ مثلا الفجر اه قعدنا نتحكا نورس ما نمناش يوميا اه المهم خدت الماتش ده كابتن مصطفى تحدي لعبته انت بقى ها ما هو مفيش. انت ومين انت وبابو? انا والسياجي الاول. انت والسياجي. وبعدين نزل برامو يوسف. برامو يوسف الصاب نزل لها دي اخر عشر دقايق. مم. نزلت خط اعتبار لنفسي. تحدي. اه. اشترت شيل موت شكت. لدرجة جبنا جول. اه. بس هم اتعدلوا معانا واحد واحد. والتعدلوا ايه. كان علي خلي اللي جابه. ام. ففي اخ خمس دقايق ضغطوا علينا. تزديد. فهد منهم سدد واحدة. سلوخ. رميت نفسك عليها. رميت نفس عليها. بالماغك هنا. طيران. ايو 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 انا فاكر. فضغت. فبدل مجري عالملعب. جريت على اكرامي. كانت شوت اصلاها قوية جدا. جدا. اه. الله. اكرام اللي اه اللي اطراح في انطراح في الملعب الناحية التانية. كان الله كان كلوشة هو اللي كان شايتها تقريبا اه. اه. كان رجله الشمال. اه. ده كان الموقع ما جابت ان اعملت ماتش. انا بعد ماتش وما خلصنا لقيت الكابتن عمينم الحاج جاي لنمس الملعب جاري. جاي يا حضونك. يا بطل يا مش عارب ايه واخدوني. اه. اه. اكا. اه. من الفرحة. اه طبعا. فانا خدت بحضني برضو. طبطط عليه. بتاع ايه. وانتا 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 لازم ارجعلك حقك لازم مش عارف انزل اعمل ايه وعمل ايه والطول انا مش اسحاج انا اسبتلكو ان انا هو الحمد لله ان احنا كسبنا وصعدنا ده انجاز لما كنت مع اللعيبة في المنتخب اهلي وزمالك واسمعين وانت بطول المدرب بتاعك ادالك ثقة وقالك انت زيهم اتو نحسن منهم انت راجل وانتا وانتا الكلام ده مين من اللعيبة اللي انت خدته انتين معاك خارج الاندية كلها سواء الاهل او الزمالك وما زلت بتعامل معا لحد هذه اللحظة والله ويعني بينه وبينك يعني امه الناس كلها تتحب انت كنت محبوب اصلا مع الناس كلها لا يا حبيبي يا مصطفى الناس كلها وما جات انت وغيرك وده 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 كانت مجموعة ما شاء الله ده مجنى مع بعضه كلنا والروح والبسمة وما فيش انك تبص بص كده اشمال ولا بص يمين ولا بتاع لا كله محب مصلحة التاني كان فيه حب وقلفة بينك بس حب وشيلة مرة واحدة نعم نعم اه بصراحة يعني يشكر وكلمت وطمنت عليه يعني بس انا انا مقدر ظروفه تبقى صعبة انا مقدرها دي كلها مسئوليات بقى انا مقدرها بس انا انا من منبرك ده بطلب يا كابتن ان احنا المجموعة بتاعتنا دي عشنا ايام حلوة جميلة لازم نبقيها ايام حلوة جميلة نعم نبقى على اتصال نبقى على اتصال انا نتجمع اه ده ده انت عارف ان الزمن بتغير كل حاجة فيه بتتغير بتتغير يعني انا بطلب 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 من المجموعة بتاعتنا دي نبقى شبكة الاتصال تبقى اوسع على اوسع شوية مفتوحة كمان يعني نبقى ايه المشكلة من الطبنا لبعض لا ده الواجب علينا كلنا اللازم اه طبعا ما نعرفش اخبارنا من السوشيال ميديا والكلام ده ما ينفعش يعني احنا عشنا مع بعض مع بعض فقودة واحدة على مطعم واحد ووجبة واحدة وعش وملح مع بعض وعشنا ايام نظيفة طيب انت سافرت كتير او مع المنتخب اه حصتا السفير بتاعت افريقيا هتفتكر كده واقعة من الواقعات بتاعتك كده طريفة من اللي انت كنت بتقضيها اه ده انت بفكرني بقى بواقعة ما انت تطلع بقى كل اللي بقى هواج بقي من لفرصة كانوا يتاكل مين مختار هيوع الاسر اه عشنا كن يا كن ماunken في كينيا اه برضو ماتش بتاعت اصفات كاست العلم دى كنا كسبانين ومزاجنا حل وأتمام اه فعملونا يوم واقع سفاري ده ماتش بتاع اربعة لتلتة لا وحد صفري نال okrat لواحد صفري اه اه وكان حسن.. كابت حسن حمدان وهو كنا نعينا أيو أيو ف.. عملونا رحلة سفاري عملونا رحلة سفاري آه قعدنا جالس ساعات نلف بالسيارة في الغابة المبتوحة دقيقات إن نلاقي حمامة حتى مش دقيق ونشوف الأسود ونشوف مش عارف الزراف ونشوف المهم وإحنا خارجين آه فيه في مدخل الحديقة عاملين نمازج للحيوانات في إقفاص اللي هي كبيرة المعجيزة أيو 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 إيه أسد ونمر ومش عارفه فيله ومش عارفه إيه بقى بنلف بنتفرج فأنا ماشى أنا مختار وساعد صليت وقعدنا نتفرج بقى وندحك ومزاجنا حلوه وبتاع فوصلنا الأسد أسد ضخم تفرجنا وإحنا راجعين بقى ماشيين كده فأنا ببص كابتن أنا فجئتي لقيت الأسد عشرة متر ورانا حاجة إيه ضخم إلحق إلحق مختار أسد أسد مختار مفكرني باتحك فبيبص كده الأسد ورانا يا خلاه والنبات بقى عاملة كده كابتن طبعا صوتنا مختار صوت يا أخ أراب وفقه عن اسبرينت متنازيم العربية؟ مال إيه كنا ماشي ماشي أتابن الأسد فتح الترباس بتاع الأفاس وطلع ورانا أنا كنا أخي الناس إلحق إلحقه مختار يصوت وضربنا سبرينت اللي أنقذنا بتوع الأمن درابه طلقة مخدرة ورحو ضربينه طلقة يعني ممكن يقول يقولنا ماذا؟ خلص علينا كنا خلصنا كنا خلصنا الله لا الله كان يوم أنا عدت هتحك دايك على مختار مختار إيه؟ على صحابه أنت عارف مختار بيخاف لك يا خلاب يأسد أه يا خلاب أسد لا مختار دا جميل طيب أنا معاك كابتن علاء فرج لعب نادي فرج الله آه فرج الله لعب نادي اشتركوا في القناة